بعد أقل من أسبوع على عودة محافظها الجديد تعز تعود إلى مربع العنف والملشنة والفوضى بوثيرة عالية وبذات الطريق والأدوات التي جردت فيها عداً من مدنيتها وتحريرها وودعت بها سلامها المعهود تفعل تعز اليوم نتيجة لصراع الدولة واللادولة بين القوات الحكومية والميليشيا المناوئة للحكومة المدعومة من الإمارات معارك عنيفة دارت خلال اليومين الماضيين على إثر حملة أمنية انطلقت باتجاه المدينة القديمة التي يتمركز فيها مسلحون خارجون عن القانون يتبعون كتائب أبو العباس المدعومة إماراتياً سيطرت فيها القوات الأمنية على إزاء كبيرة من المدينة وشارع الدائري تقول المصادر المحلية إن الحملة الأمنية التي انطلقت لفرض سيادة القانون ووضحت للاغتيالات والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون باستمرار هناك تعرضت لرد من قبل مسلح أبو العباس بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهون والصواريخ الحرارية نشر مسلح أبو العباس القناصة في المنازل واستهدف المدنيين ما أدى إلى مقتل نحو سبعة مدنيين وجرح آخرين الله يا رب يا رب يا رب يا رب قصف كتائب أبو العباس المدعومة من الإمارات تسبب أيضاً في إشعال حرائق في عدة مواقع ومبان بالمدينة نزوح للأهالي وذعر وقتل وجرح من المدنيين وقوات الجيش وتراشق إعلامي حول المسؤول عن ما آلت إليه الأوضاع في تعز في ظل صمت لقيادة الشرعية التي لم تتخذ أي موقف واضح حيال الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تغذيها أبو ظبي المركز الإعلامي الأمني أكد في بلاغ صحفي صادر عنه انسحاب الحملة الأمنية من المواقع التي قال إنها طهرتها تنفيذاً لتوجهات المحافظ شمسان الذي شكل لجنة للإشراف عن استلام العناصر المسلحة المطلوبة وإزالة النقاط المستحدثة ورفع المسلحين مصير مجهول ينتظر تعز التي تقف على شفى حفرة الفوضى والعنف الذي يهدد ما تبقى من سلمها وأمنها ومناطقها المحررة الحملات الأمنية تتوقف كل مرة قبل تحقيق أهدافها بفرض هيبة الدولة في ظل استمرار الاغتيالات والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة مسؤولية تبحث عن من يتحملها في تعز في الوقت الذي تنشغل القوى السياسية بالتراشقات والاتهامات المتباذلة وفي ظل توارد الأنباء عن انسحاب المسؤول الأول عنها المحافظ شمسان وتقديم استقالته ماذا تحمل الساعات القادمة لتعز الثورة والجمهورية وكيف يراد لها أن تكون